مرة أخرى يجدد أبناء مديرية الشعيب وقوفهم مع أبناء مريس في مشهد يؤكد حجم التلاحم بين أبناء مديريات محافظة الضالع الذين يخوضون حربا شرسة مع ميليشيات الانقلاب والتمرد دعمكم لنا لا يعني إلا الأخوة والروابط القوي بينكم هو دعما معنويا قبل أن يكون مادي نحس أن نكون بجوارنا وأن نكون إلى جانبنا ونحن ندافع عن الضالع وندافع عن عدن والحبيلين والعند تتجلى هذه المواقف من خلال التضحيات الجسام التي تقدمها مريس في سبيل الذودي عن محافظة الضالع يسعدنا ويشرفنا أن نكون بين أخواننا وأهلنا أبناء منطقة مريس منطقة مريس البطولة والرقولة والشقعة هنا تتضح الصورة أكثر فأكثر فمن خلال قافلة معونات غذائية ومبالغ مالية سيرها أبناء مديرية الشعيب لرفض جبهات القتال في مريس لغاثة المتواضعة لأخواننا في مقاومة مريس ونحي صمودهم وتضحياتهم وصمودهم البطولي في مختلف الخنادق إيسى المال والسلاح فقط ما يقدمه أبناء هذه المديرية لجبهة مريس بل تعدى الأمر أكثر من ذلك وتمثل بمشاركة مقاتلين من أبناء الشعيب إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد تحالف الإنقلاب أبناء الشعيب هم معنا في الخنادق الأمامية فقد قادوا بدماءهم قبل أن يقودوا بأموالهم هذه القافلة الغذائية يثبت أبناء الشعيب بأن الهدف واحد والقضية واحدة هي القضاء على ميليشيات الإنقلاب محمد مريسي قانت بالقيس الظالع